لا تستطيع أن تحتضن مباراة أو دورة وتكتشف أرضية الميدان مثلك مثل منافسك هذا لا يدخل في أمر غير منطقي وغير معقول تماما لذلك كان على السلطات أن تبرمج ليب وقره ولا على الأقل مباراة واحدة حتى نتمتع بأفضلية الملعب عندما نقول أننا نستقبل يقولون دائما في كورة القدم لديك أفضلية الملعب والجمهور كيف نتمتع بهذه الأفضلية ونحن لم نجري أي مباراة على هذه الأرضية لذلك أنا أعود لما كان يقوله أمين ومصطفى مصطفى قال لك كورة القدم هي أفيون الشعوب هذه كانت من قبل اليوم كورة القدم هي سلاح ناعم للدول يا عماد لم تكتفي بمقولة أفيون الشعوب بل سلاح ناعم إذا أردنا يا عماد نحن في الجزائر حقيقة استثمرنا في الملعب ونقلت لك بأن الأفارقة سوف يكتشفون مستوى جد وراق في هذا الإطار من حيث المنشآت الرياضية التي جهزتها الجزائر لكن يا عماد أي نعم استثمرنا في خمسة ملاعب جده يعني راقية من حيث التصميم والمشآت الموجودة لكن على حساب ماذا لقد أهمنا الاستثمار في الرجال يا عماد أي نعم جميل أن نبني ملاعب جميلة والأجمل أن نستثمر في رجال يكونون بمستوى هذه الملاعب إذا كان ملعب نيرسون مونديلا يحمل هذا الاسم البراق واللؤلؤة الحرية في إفريقيا علينا أيضا بمستوى نيرسون مونديلا نستثمر في رجال جزائريين يخذون ويقتحمون أبواب الكاف حتى نكون نتمتع بذلك المستوى الذي جهزناه من حيث المنشآت الرياضية اليوم نتحدث على دورات قادمة سواء الكان أو غيرها ويذهب البعض في القول بأننا نملك أحسن ملف نعم نملك أحسن ملف على الميدان لكن إفريقيا لا تعترف بالميدين ولدينا العديد من الأمثلة القابون يا عباد عندما أزاحت الجزائر في 2017 لم تكن أحسن منا من حيث المنشآت لكن علينا أن نأخذ الدرس اليوم إذا أردنا أن نفوز بهذه الدورة أو تلك جميل أن يكون لدينا ملعب اسمه نيلسون مونديلا والأجمل أن يكون لدينا رجال بمستوى نيلسون مونديلا في الكافية